الفصل الأول الأمرض الإدارية الناتجة عن فقدان الموارد البشرية اكتشف المدير العام لشركة ريحان القابضة أن أداء شركته آخذ في التراجع وأنه أشبه ما يكون بقبطان السفيرة التايتانيك الذي وقف عاجزا يسمع أجرس الخطر وينتظر لحظة الغرق المحتومة فتلك الشركة التي تعد الأقدم والأشهر في صناعة وتطوير العطور والتي تمتلك معملا ضخما في باريس ودبي وأكثر من عشرين مركز المبيعات في شرق الأوسط تتراجع عوائدها بشكل مضطرد وتتأكل حصتها السوقية لم تنفع كافة المبادرات التي ادخذتها الإدارة للحد من تدهور سمعة الشركة فالاستثمار الكبير في البنة المعلوماتية واستخدام قواعد بيانات حادثة مرتبطة بمركز اتصال متطور وتطوير خطوط إنتاج حادثة تلبي احتياجات ورغبات الشرائح الجديدة من الزبائن وضع خطة ترويج حادثة باستخدام قنوات التسويق الاجتماعي ونظام خلوة الزبائن لم يؤدي إلى المحافظة على الزبائن القدامة ولا فتح أسواق حديثة وبعد فحص عميق أدركت الإدارة أن الثغرة تكمن في عدم إخلاص الموظفين لعمله فقد أصيب المدير العام بصدمة قوية عندما اكتشف أن موظفيه كانوا يتعمى دون ارتكاب الأخطاء وافتعال المشاكل لحظة تعاملهم مع الزبائن لتشويه سمعة الشركة إضافة لإظهارهم ابتسامة مصنعة تخفي وراءها مشاعر الإحباط واليأس وبما زاد الأمر سوءا تقديم أفضل الموظفين استقالاتهم واحدا تلو الآخر ثم الاتجاه نحو العمل في شركات منافسة أخرى ولو براتب أقل من راتبهم الحالي لشعورهم بدنو أجل الشركة أو لأنهم يقومون بفتح مشارعهم الخاصة بهم ظل المدير في حيرة من أمره فقد شغل جانب مساهمة الموظفين في إنجاح أو أفشال المشاريع أي إزان كبير من تذكيره وبينما كان يبحث عن حل المشكلة التي وقع في شباكها استعدر في رينه خدمة الزبائل الممتازة التي يحظى بها من موظفي الفنادق التي ينزل في ضيافتها بدءا من وصوله إلى المطار مرورا بقاعة الاستقبال وخدمة إصال الحقائب إلى غرفته النظيفة والمرتبة وطعام الإفطار ذي البذاق الرائع وصولا للابتسامة البرقة التي ترافق وجوه كافة الموظفين في جميع الأوقات كل ذلك كان يشعره وكأنه رئيس أو ملك تعامله حاشيته بكل لطف وحب وقار باذلة في ذلك أقصى جهدها لإسعاده أثناء تلك اللحظات تذكر أيضا أن عامل الإبهار الذي يشعر به نتج عن الكادر البشري المنضبط واللطيف أيقنا المدير هنا أن الأمر ذاته يطبق في الشركات فالنتائج المبهرة والخدمة المتميزة للزبائن تأتي عادة من موظفي الشركة أكثر من أن تأتي من المكان والموجودة والتقنيات ورأس المال وغيرها فوجود موظف واحد لا يتمتع بلطفة واللبقة الكافيتين في عمله قد يكون سببا في فقدان الشركة لأهم زبائنها المرمقين خلال ثوان معدودة دون أن يدرك هذا الموظف أن تكليفة الحصول على زبون جديد تكاد تكون باهظة لأنها حاصلة إعلانات متواصلة تتضمن المحقزات المغريات وتتبع بساعات عمل طويلة من الزيارات الميدانية وخدمات ما بعد البيع كل ذلك التعب قد يضيع بسبب سوء طبعي موظف أو قلة أدبه مع الزبائن فلا شك أن الناس بشكل عام تحب تعامل مع الموظف الذي يحب عمله ولو تكلفت المزيد وتنفر من التعامل مع الموظف الذي يكره شركته ولو تكلفت القليل على الفور بدر المدير إلى التعاقد مع أشهر شركات الاستشارات الإدارية وبيوت الخبرة لمعرفة موضع الخلال وبعد التطقيق والتشخيص رفعت تلقى الشركات تقاريرها التي أفدت بأن الشركة بحاجة ماسة إلى إنشاء إدارة متخصصة في إدارة الموارد البشرية وتطويرها تساعدها على تحريق التقاطي البشرية الموجودة بفعالية مطلقة وتدفعها نحو تحقيق أهدافها السنوية وخططها الاستراتيجية كما أوضح التقرير أيضا أن شركته تعاني من أمراض قاتلة وأن علاجها موجود في صدلية الإدارة الذكية للموارد البشرية فعلى أرض الواقع أظهر تلك التقارير تفشي أمراض كثيرة في الشركة مثل قضابية الأدوار الوظيفية وتشتت التقاطي البشرية في خلافة صغيرة لا تصب في مصلحة الشركة ونشوء تحزبات وجماعة داخل العمل تحركها مصالحها الخاصة وليس مصلحة الشركة وكذلك تواجد مدراء غير مؤهلين يقودهم تخبطهم الإدارية إلى ضرب الروح المعنوية لدى الموظفين وبس الخلافات أو افتعالها لتغطية فشلهم الإداري إضافة إلى تفشي الترهل الإداري وضعف أداء الموظفين وإنتاجياتهم وانخفاض روحهم المعنوية أولائهم للعمل الأمر الذي انعكس على رداءة الإنتاج وضعف خدمة الزبائن والتأخر عن مموعد العمل والغياب المتكرر والزيادة حالة إطلاف الموجودات الشركة أو السريقة أو عدم الأمانة أو إخلال الموظفين بالجزاماتهم بما عزت التقارير نزيف الكفاءات وحصول الاستقالات إلى التصادم في أنماط الشخصيات واختلافها المشرفين لأساليب التهديد بالأمان الوظيفي عوضا عن التحفيز الإيجابي وبث الحماس واتباع نهج المسابقات الإنتاجية والانضباط السلوكي كما تم ملاحظة تفشي عادة سلوكية سيئة مثل التحرش الجنسي وفقدان روح الابتكار والإبداع والإحساس بالمسؤولية بالتزامن مع عدم العدالة في الترقيات والزيادة وارتكاب الأخطاء وكثرة الحوادث وإصابات العمل وغيرها أما حول أنشطة ومهام إدارة الموارد البشرية وتطويرها فقد جاء وصفها في تقرير الاستشارين بأنها تتسع وتتديق وفقا لحجم الشركة وبشكل عام تضم عمليات التوظيف والتدريب والتقييم وتعود الموظفين وإدارة شؤون العمل القانونية الخاصة بالموظفين والرعاية الصحية لهم وتأمين بيئة عمل آمنة ومعاملة عادلة كما تتضمن آليات محددة وسياسات وإجراءات دقيقة تساعد على الحصول على أفضل إنتاجية من الموظفين بأنسب الطرق حيث تشمل هذه الآليات اختيار المرشح المناسب للمكان المناسب وتوجيهه ليولائم مناخ العمل في الشركة وتدريبه لتحمل مسؤولياته على أحسن وجه وتطويره لكي يكون مستعدا لتلقي مهام ومسؤوليات إضافية تأتي على شكل ترقيات مستقبلية بالإضافة إلى تقديم الحوافز والمنافع التي تساعد على بث الطاقة الإيجابية وروح التنافس والإبداع والابتكار والخروج من دائرة الراحة إلى تحديات التطوير المستمر كما أنها تساعد على الاتزام الداخلي بالأهداف الوظيفية وأهداف القسم ورؤية الشركة واستراتيجياتها وإذا قمنا بإجراء نظرة شاملة للشركات في واقعنا العملي فسنجد أن إدارة الموارد البشرية هي مسؤولية جماعية لا تنحصر في إدارة واحدة فقط بل تشاطرها كل مدير وكل رئيس قسم مهما اختلف تخصصه أخذين بعين الاعتبار أن كل مدير أو رئيس قسم توجه عليه أن يتعامل مع موظفيه وفقا لقوانين العمل وضمن الأطر القانونية وأن يساهم في عمليات التوظيف والتعين لاختيار الموظف المناسب في المكان المناسب وأن يتبع السياسات والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية ويلتزم بها وأن يسعى جاهدا إلى محاربة الأمراض والأوبئة الإدارية مثل أمراض التحرش الجنسي والمشاركة في عمليات تقييم الأداء وتدريب والتطوير والبرامج التعوذية بما فيها الحوافز والمكافأة العادلة وعمليات إنهاء خدمات الموظفين والمشاركة في تحديد مستلزمات بوادس التأمين البشري وفي حالة التوسع الخارجي للشركة وفتح فروع جديدة فهو مطالب ببناء المناخ الوظيفي المناسب والتعامل الإيجابي مع الموظفين باختلاف جنسياتهم وعاداتهم وصهرهم في ببتقة واحدة للدفاع عن مصالح الشركة أمام المنافسين علاوة على ذلك بدأت أنظمة الإدارة الذكية والحكومات الذكية بالتأثير على دورة العمل مما سلزم تطوير المعايير التقليدية لإدارة الأفراد فأتمتت الإنتاج وتطبيق شهدات الجودة ومعاييرها والالتزام بها رغم تقيير الأيد العاملة والتعامل مع ضغط كبير من المعلومات ليستدعي وجود الموظفين يتمتعون بمهارات قراءة سريعة ومعرفة برياضيات وإيجادة لنظم التقنيات فمفتاح النجاح باستخدام الأنظمة الإدارية الحديثة هو الكوادر البشرية القادرة على استيعابها والتكيف مع تطولها السريع والمستمر وتطوير معلوماتهم وشحذ مهاراتهم بشكل متواصل وتطوير أنظمة التقييم للتماشي معها وبشكل عام فإن نطاق أعمال إدارة الموارد البشرية في الشركات الكبرى يتسع ليشمل التخصصات التالية التخصص الأول التصميم الإداري Organizational Design ويندرج تحته تخطيط الموارد البشرية HR Planning تحليل العمل التحليل الوظيفي Job Analysis Work Analysis تصميم العمل Job Design نظم معلومات الموارد البشرية Information Systems التخصص الثاني التوظيف Staffing ويندرج تحته الاستخطاب والمقابلات والتعيينات Recruiting Interviewing Hiring اختيار الموظفين Employee Selection عمليات التعيين الخارجي Outplacement Services قرارات التثبيت للفترة الاختبارية Affirmative Actions استقبال وتوجيه الموظفين Induction Orientation التخصص الثالث إدارة الأداء والتقييم Performance Management and Appraisal ويندرج تحته تحديد استراتيجية الأداء وربطها باستراتيجيات الشركة وأهدافها Strategic Performance تقييم الأداء المرتكز على الزبائن Customer Focus Performance Appraisal إدارة الأداء Appraisal Management الترقيات والتنقلات ومغادرات الشركة Promotion Transfer Separation قطة الإحلال Succession Planning برامج تحسين وتطوير إنتاجية الموظفين Productivity Enhancement Programs التخصص الرابع التدريب والتطوير Training and Development ويندرج تحته تطوير الكفاءات Competency Planning تطوير المدراء والمشرفين Management Supervisory Development تخطيط وتطوير المساري الوظيفي Career Planning Development برامج رعاية ومساعدة الموظفين Employee Assistance Counseling Programs استبيانات وستطلاعات سلوك الموظفين Attitude Service عمليات التدريب والتطوير Training and Development Operations التخصص الخامس نظم المكافآة والمنافع والامتثال Reward Systems, Benefits and Compliance ويندرجه تحته برامج الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية Safety Programs الخدمات الصحية والطبية Health, Medical Services إجراءات الشكاوى والانضباط Complaint, Disciplinary Procedures إدارة التعويضات Compensation Administration إدارة الأجور والرواتب Wage, Cedary Administration إدارة شؤون التأمين Insurance Benefits Administration إدارة تعويضات نهاية الخدمة Unemployment Compensation Administration برامج التقاعد ومشاركة الأرباح Pension, Profit Sharing Plan علاقات العمل Labor Relations أخذ المدير يتأمل تلك الأنشطة مستغرقا بالتفكير بأهميتها إلا أنه وجدها معقدة إلى حد ما وإيقن أن منصب مدير الموارد البشرية هو منصب هام في الشركة ومثل تلك المهام بحاجة إلى تحويل إلى خطط عمل متكاملة ومتماشية مع إمكانية شركته وقدراتها وصمم أن يبحث عن شرح وافلها ولكيفية تأديتها وأمضى المدير عطلة نهاية الأسبوع متفاجئا بنقاط الضعف في شركته التي بدت له كالجبل الجليدي الذي ظهر رأسه خارج الماء وبقيت قاعدته العميقة والواسعة مستثيرة عن الأعين وأنه لا بد من وجود نقاط أخرى لم تطفو على السطح لكنها موجودة وستظهر نتائجها قريبا كما فوجئ بضعف قدرة الشركة بكادرها الوظيفي المحبط على مواجهة مخاطر السوق وكيف أن كامل نقاط قوته من حيث رأس المال والمنتجات والمكانة السوقية لن تستطيع اغتنام فرص السوق الواعدة مالا يتمكن من إنشاء إدارة ذكية للموارد البشرية فقرر البحث عن استشاري متمرس في تأسيس وإنشاء إدارات للموارد البشرية بعد عناء طويل في البحث عن متخصصين في هذا المجال عثر المدير على استشاري متخصص في علوم الموارد البشرية مشهور بحكمته وحنكته في إنشاء وتطوير إدارات الموارد البشرية وقد تميز بإنشاء منهجية عمل متكاملة أطلق عليها تسمية المبادئ الذهبية لإدارة الموارد البشرية أثناء توجه المدير لمقابلة الاستشاري أخذ يفكر بجدوى إنشاء قسم متخصص بإدارة الموارد البشرية وما الفرق بينها وبين شؤون الموظفين أو الشؤون الإدارية وكيف ستساهم مثل هذه الإدارة في زيادة ربحية الشركة وخصوصا أن موظفيها لا يحتكون مع الزبائن ولا مع الموردين وهل موظفو الموارد البشرية مجرد زيادة غير هامة في نفقات الشركة تورت الأسئلة في رأسه فأخذ ورقة وقلما وراح يدوينها إنها إحدى لحظات الإلهام النادرة التي لا يجب تضيعها أيث يحمل العقل بأقصى طرقته بتركيز عالي انتجاه موضوع واحد فتتوالد التساؤلات الهامة والتي يجب تدوينها ومن ثم يتم ربطها ببعضها لتظهر الحلول متكاملة وكما تعلم من اليابانيين أنه إذا واجهتك مشكلة فاسأل خمس مرات لماذا كي تصل إلى جذورها فإن تمكنت من حل جذورها منعت تكرارها والسؤال مفتاح العلم وإذا علمت أنك لا تعلم وجب عليك أن تبدل أقصى جهدك كي تتعلم وصل المدير إلى مكتب الاستشاري فأدخلته السكرتيرة إلى غرفة الاجتماعات وما بين صارة الاستقبال وغرفة الاجتماعات انباهر بمنظر الجدران التي تزدان بصور تدعو للطموح والتعاون وروح الفريق والتحدي والحماس وعلو الهمة والتحفيز فقال في نفسه ما أجمل أن تكون الشركات مزينة بمثل هذه الصور التي تعز المشاعر الإيجابية وتحيي روح الحماس في نفس الموظفين وقرأ في أسفلها عنوانها على الإنترنت www.hrd.guru أثناء انتظاره توقع أن يدخل عليه عجوز موسن إنحنى ظهره وضعف نظره ولكنه وجئ بمدير تظهر عليه كاريزما الهبة والبقار تجاوز الأربعين من العمر وبعد التعارف وقبل أن يبدأ المدير بسرد مشكلته سأله الاستشاري هل شاهدت مباريات الدوري الأوروبي مؤخرا؟ ما الفرق بين فريق كرة القدم الدوري المحترف وفريق كرة القدم في الشارع؟ وأجاب نفسه قائلا إن الفريق الدولي يلعب وفق خطط محكمة وإقاع منظم ويتضمن لاعبين المحترفين تمت قيادتهم وتدريبهم بحمس وأصبحوا محاسبين على أفعالهم وحركاتهم أما الذي في الشارع فالكل يركض خلف الكرات بشكل ارتجالي بعيد كل البعد عن التخطيط والتنظيم واختيار اللاعبين وتنمية قدراتهم وتحميلهم مسؤولية أفعالهم وللأسف هذا بالضبط ما نراه في عدد من شركاتنا ومؤسساتنا التي لا تضم إدارة ذكية للموارد البشرية الكل يعمل دون تخطيط ولا تنظيم ولا قيادة ولا رقابة فمتزال الكثير من شركاتنا تعاني من عدم مقدرتها على تحريك تقاته البشرية بفاعلية نحو تحقيق أدافها السنوية وخططها الاستراتيجية فقيادة السلاح في البطيئة تختلف عن قيادة أسود الغابة وضخ الدماء الجديدة سيؤدي إلى تلوثها إذا كانت بيئة العمل محبطة وغير محفزة بدأ المدير بترح التساؤلات الكثيرة التي كانت تجل في عقله فابتسم الاستشاري وأخبره أن بجعبته كافة الإجابات لهذه التساؤلات الموضوعية وأن تنفيذ حلول الموارد البشرية لا يتم باجتماع ساعة وإنما يحتاج إلى عدة جلسات ممنهجة تجري ضمن خطر خارطة طريق سهلة وعملية تتناول كل جلسة مناقشة موضوع من هذه المواضيع الهامة والنتيجة هي مجموعة من الحلول المتكاملة في الموارد البشرية تحاكي الواقع وتبتعد عن المثالية أولها تعب وآخرها راحة أي سيتم بذل بعض الجهد في السنة الأولى بتطبيقها ثم ستغطف الشركة ثمارها في السنوات القادمة وخصوصا أن إدارة الموارد البشرية قد تغير مسمها في زماننا الحديث تصبح إدارة رأس المال البشري أي من كبتال مانجمنت وأول قواعدها تقوم على انتقال إدارة الموارد البشرية من الدور التفاعلي إلى الفعال Reactive to proactive وتقوم على ربط دور الموارد البشرية بالخطط الاستراتيجية للشركة وهذا ما سنبدأ به اجتماعنا الأول حيث فرض واقع العمل على إدارة الموارد البشرية أن تكون شركا استراتيجيا في تحقيق أهداف الشركة كما أنها تمثل قسم خدمة العملاء الداخليين وهم الموظفون وعليه تسعى إلى تحقيق رضا هؤلاء العملاء من خلال الخدمة الفعالة والسريعة وغير المنحازة اتفق الطرفان على أن يقوم الاستشاري بزيارة مقر شركة لعقد جلسة العمل الأولى والتي تتناول وضع اللبنات الأولى لتأسيس إدارة الموارد البشرية إلا أن الاستشاري طلب طلبا غريبا وهو أن يتضمن لقاؤهم الاجتماع مع رؤساء الأقسام والشركاء بهدف تبادل الآراء ومناقشة تأسيس الإدارة لأن الإنسان بشكل عام عدو ما يجهل وتعتبر إدارة التغيير من أصعب أنواع الإدارات إنها تحتاج إلى المكاشفة والشفافية وتبادل الأفكار وإزالة المخاوف وبناء الثقة وتعزيز الأمان الوظيفي وأهم ما في الأمر التفكير خارج المربع